كثير من رجال القانون وأنت منهم يرون أن التجاوز على غزة وأهلها لم يكن وليد الحرب الإسرائيلية وإنما بدأ قبل ذلك بمدة طويلة كيف رصدت التجاوزات القانونية ضد أهل غزة قبل الحرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله إسرائيل إذا صح لنا أن نسميها أنها هي دولة المخالفات القانونية عبر تاريخها القصير منذ أن أجهت هي في الأصل جاءت مخالفة للقوانين الدولية يعني أخذت من الناس أرضهم وبلادهم وشردتهم وقتلتهم منذ أول يوم أجرف بها ثم بعد هذا استمرت المجازر والانتهاكات القانونية الدولية بمختلف أنواعها على مدى السنوات قبل هذه الحرب الأخيرة ومنذ أن فازت حماس بالانتخابات في فبراير 2006 كانت هناك محاولة لإقصاء الحزب الفائز وهم حماس من الساحة السياسية وللأسف الشديد كان هناك من يتعاون معهم من الجانب الفلسطيني ثم بعد هذا بعد أن حصل ما حصل في غزة بدأ الحصار في حزيران 2007 واستمر الحصار إلى وقت الحرب هذا الحصار الجائر المخالف القوانين والأعراف الدولية كان يمنع الناس الأبرياء المدنيين من أطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل من الماء والطعام والغذاء والدواء والكساء وكل أساسيات الحياة الضرورية وهذا في القانون يسمى جريمة ضد الإنسانية كيف؟ جريمة ضد الإنسانية وهذا ما صرح به لست أنا فقط وإنما العديد من رجال القانون الدولي ومنهم السيد ريتشارد فولك وريتشارد فولك بالمناسبة وإن كان يهودي إلا أنه هو المقرر الخاص للحماوة المتحدة الحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية تصلح هذا كان في 9 ديسمبر الماضي بالضبط أصرح أن ما تقوم به إسرائيل من حصار ضد غزة هو جريمة ضد الإنسانية وكان الأولى بنا نحن كعرب أن نغتنم هذه الفرصة وأن نبدأ في رفع القضايا الدولية ضد إسرائيل ومن يتعاون معها هل يمكن أخذ هذه الدباجة للتعامل معها بشكل قانوني من المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون هل تعتبر هذه الدباجة يمكن أن تكون مستندا قانونيا ضد إسرائيل بالتأكيد هي كذلك وكون أتت من رجل القانون الأول المسؤول من المنظمة الدولية الكبرى المسؤولة عن القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية هذا يعطيها ثقل قانوني كبير هل يمكن أن يكون أمثل هؤلاء شهودا أمام المحاكم؟ يعني ما يكتبون هو بحد ذاته يعتبر شهادة بينة دون حاجة الرجوع إليهم بشكل شخصي مؤلفاتهم كتبهم كلها تستخدم نعم أنت في نوفمبر الماضي كتبت مقالا تقول فيه أن هناك 260 سببا لكسر الحصار عن غزة ما هي هذه الأسباب المطولة؟ 259 سببا وقت كتابة المقال كانت تتمثل في عدد الناس الذين توفوا بسبب الحصار بسبب نقص الدواء والغذاء وكنت أقول في المقال أنه ربما في نهاية قراءة المقال يصل العدد إلى 260 هل يمكن أن تصنف لنا جرائم الحرب التي ارتكبت بحق أهل غزة قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة؟ طبعا جريمة ضد الإنسانية هذه تعتبر من أهم وأكبر الجرائم في القانون الدولي ما هي عقوبته؟ العقوبات تختلف بحسب الحكم على الأشخاص القائمين عليها بمعنى المسؤولون في الجرائم ضد الإنسانية سواء السياسيون أم حتى العسكريون كل من ساهم فيها بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر بطريق رسمي أو بطريق غير رسمي كل هؤلاء عرض للمحاكمة والمتابعة ما هي المحاكم المخولة بالنظر في هذه القضايا؟ قضايا ضد الإنسانية المحاكم التي تنظر في جميع قضايا القانون الدولي هي ذات والتي تنظر في قضايا ضد الإنسانية وقضايا جرائم الحرب وقضايا جرائم الإبادة وقضايا جريمة العدوان والمحكمة الدولية الجنائية نعم هي أهم محكمة من هم المخولون برفع هذه القضايا أمام هذه المحاكم؟ الأمر متروك للجميع أي شخص يحق لها أن ليس فقط يعني كل متضرر أو متعاطف أي مؤسسة حقوقية في أي مكان يمكن أن ترفع قضية لأن هذه القضايا يمكن أن ترفع حتى في داخل كل دولة بل المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49 تلزم الدول الموقعة جميع الدول المتعاهدة وكل دول العالم تقريبا اليوم متعاهدة 197 دولة من دول العالم موقعة على هذه الاتفاقية تلزمها إلزاما بوضع تشريعات في قوانينها الداخلية تلاحق به مجرمي الحرب وتعاقب من لا يفعل ذلك من لا يفعل ذلك من متواطف أو ساكت أو يدعى يعني هنا لو قلنا من هم الشركاء في جرائم الحرب هذه أو الجرائم ضد الإنسانية نحن قلنا ثلاث جهات مباشرة يعني مشاركة مشاركة في جريمة ضد الإنسانية الشركة الأول هو الولايات المتحدة الولايات المتحدة باعتبارها هي من يعين ويحرد إسرائيل على إبقاء الخصار رسميا ويعني بعنى لا يخفون هذا هو كلامه معنى من الرئيس البوش السابق وحتى الرئيس الحالي لم نسمع من خلاف هذا والسكوت بذاته يعتبر جريمة في القانون بالمناسبة السكوت عن الجريمة جريمة وإعانة المجرم مجرم هناك سكوت دولي تامل يعني هل المجتمع الدولي يعتبر كله مشارك في الجريمة في ظل الصمت الدولي يعني الصمت المقصود هنا الذي يستطيع أن يفعل شيئا ولا يفعله كل دول العالم تستطيع ولا تفعل الذي يستطيع المقصود هو أن ترى شخص يقتل وتستطيع أن تدرع عنه أو ترى شخص يغرق وتستطيع أن تنقذه ولا تنقذه أنت مسؤول عن هذه الجريمة أريد أن أرجع لأطراف الاتهان في الولايات المتحدة عندنا أولا ونأخذ بكلمة الحكيم بوش إن من يعين الإرهابي فهو إرهابي مثله هذه لن نسألها ونحاسبهم بحسب معاييرهم الشريك الثاني هي السلطة الفلسطينية السلطة؟ السلطة الفلسطينية مدى مسؤولية السلطة وهي محاصرة هي الأخرى؟ السلطة الفلسطينية لم تطلب يوما من الأيام برفع هذا الحصار والسلطة بمختلف قياداتها لا هناك تصريحات ربما تكون متناثرة هنا وهناك لرئيس السلطة الفلسطينية لأجل رفع الحصار بل كانت هناك تصريحات ضمنية تجرم حماس وكل من في داخل القطاع بسبب رضاهم على قيادة حماس وأنهم يتحملون المسؤولية وهذه عبارة ترددت من قبل العديد من القيادات الفلسطينية ربما تكون في ظل الصراع السياسي بين حماس وفتحة ولكن أنا أتكلم بلسان القانوني أنا أضع الجانب السياسي يعني بعيدا باللسان القانوني هنا ما هي مسؤولية السلطة وأنت في كتاباتك تحمل السلطة والسلطة مقيدة أيضا باتفاقيات ومقيدة أن الرئيس عباس نفسه كما قال رئيس الوزراء القطري لا يستطيع أن يخرج إلا بتصريح إسرائيلي لا يستطيع أن يغادر مكانه وربما مكتبه إلا بتصريح إسرائيلي ما الذي يستطيع فعله؟ هو يزعم أنه دعا إلى إيقاف الحرب فلماذا لا ينادي بإنهاء الحصار؟ هو اليوم أعلن أنه سوف يلاحق الإسرائيليين في المحاكم الدولي هذا مجرد رد على الاتهامات العديدة التي وصلت من قبل المؤسسات الحقوقية الأوروبية التي طلبت منه مساعدة ورفضها المؤسسات الحقوقية الأوروبية طلبت من عباس أن يرفع خطاب يوقع على خطاب إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى المدعي العام لكي يكون هناك ضغط على المدعي العام في قبول القضايا ضد المجرمي الحرب الإسرائيليين فرفض ومجرد رفض هذا يعتبر إعانة هو أيضا يستقبل من قبل القيادة الإسرائيلية بالأحضان ويفرش له البساط الأحمر يعني لا بد أن نفرق بين العدو هذه علاقة مع عدو هو الآن لم يصبح الإسرائيليين بالنسبة إليه عدو هناك علاقات وهناك اتفاقيات وهناك صداقات وهناك أمور بالنسبة إليه ربما إسرائيل لك عدو لكن هي بالنسبة إليه ليست عدو مسؤولية السلطة عموما ومنهم الرئيس الفلسطيني لا يعفيه الرئيس الفلسطيني السابق بالمناسبة أو الرئيس المنتهي ولايته بعبارة أصح محمود عباس تقصد؟ نعم أقصد محمود عباس هو رئيس منتهي ولايته لأن ولايته انتهت في الثامن من يناير الماضي لكن السلطة لها تفسيرها لهذا وأن بالمناسبة أرجو من وسائل الإعلام العالمية كلها ومنها الجزيرة أخص الجزيرة منها بذكر أن يكون عندهم عدالة في الميزان كما يقول السلطة الفلسطينية المقالة أو الحكومة المقالة حكومة حماس وكتومة المقالة أن يقول الرئيس المنتهي ولايته على محمود عباس هو مواطن الآن لكن هو معترف به دولي هذا أمر آخر هذه شرعية دولية شرعية الرئيس في الأصل تأتي من قبل الدستور تأتي من داخل الدولة لا من خارجها مين رئيس في العالم العربي واخد شرعيته من الدستور إلا؟ تبقى هناك شرعية داخلية الدستور يقبل لهم هذا لكن المادة 36 من الدستور الفلسطيني ينص على أن مدة الرئيس هي أربع سنوات وما فعله الرئيس بتجديد لنفسه هو قرار رئاسي والقرار الرئاسي لا يجوز له أن يعارض الدستور لا يجوز لتشريع أن يعارض تشريع أعلى منه هذه قاعدة قانونية متفق عليها في جميع التشريعات هم يقولون أن هناك نص آخر في الدستور يقول بأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية تجري في أن واحد وبالتالي فمحمود عباس أمامه سنة كاملة في السلطة أشكرك على هذا السؤال هذه حجة الزاعمين بجواز التمديل لنفسه هذه ليست مادة من مواد الدستور هذا أمر القرار القانون الرقم 9 لعام 2005 هو الذي أنشأه هو الذي مدد لنفسه هو الذي وضع لنفسه هذه الصلاحية ولا يجوز له بحكم الدستور الفلسطيني أن يفعل هذا ما هي الأثار القانونية التي تترتب على أي قرارات أو قوانين أو مشاركات دولية يقوم بها حسب ما تقول أنت الرئيس المنتهي وليته محمود عباس أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة للغاية وهي أن السلطة الفلسطينية الذين هم دون الرئيس عدد من أفراد السلطة صرحوا تصريحات خطيرة جدا منذ الساعات الأولى للحرب بعضهم خرج في الفضائيات العالمية العربية طبعا وقال صبرا آل غزة جاءكم النصر والقنابل تقذف والرصاص ويطلق والموتى يقتلون من المدنيين خرج يقول هذا؟ نعم هذا المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية من منهم؟ أنا لا أريد أن أسميه ولكن هو يعرف نفسه والعالم تعرفه صرح بهذا في التلفزيون نعم في التلفزيون الفلسطيني وشخص آخر أيضا متحدث باسم الرئيس قال فلترين حماس بطولاتها الآن وليخرجوا وليحرقوا الأخضر وليابس هذا التشفي وحتى قبل ثلاثة أيام فقط وإذا تريد الأسماء ياسر عبد الربو إذا صح الكلام المنسوب إليه من أنه قال إن إسرائيل أخطأت حين أوقفت الحرب على حماس هذه في مجموعها تحمل مسؤولية قانونية على قائل هذا الكلام ما هي المسؤولية القانونية؟ المسؤولية هي التهمة الخيانة الخيانة؟ نعم كل دساتير دول العالم تشمل تهمة الخيانة ولا بد أن نكون صادقين مع أنفسنا لا مجال للمجاملة أي خيانة يمكن وفق أي شئ؟ خيانة الدستور وخيانة الدولة الذي يبشر بالقنابل الإسرائيلية والصواريخ التي تنزل على المدنيين بأنه نصر جاءكم النصر يا أهل غزة هذا تواطئ مع العدو وهذا يعتبر خيانة ودساتير العالم كلها تلزم المحاكمة الخائن وفي حال إثبات العقوبة عليه يكون عقوبته الإعدام في حال إثباته التهم عليه في حال ثبوت ما تقوله وأنت لم تسمي أسماء سوى أنك ذكرت زكريا ياسر عبد الرب في التهم المنسوبة فيما تقول أنها كلمة منسوبة إليه كيف يمكن إثبات ما تقوله على الآخرين ومن الذي يمكن أن يحاكمهم وهم السلطة؟ يعني إن كانت لهم السلطة اليوم فستكون لغيرهم غدا وسوف يحاسبون إلا أن يهربوا يمينا وشمالا لكن هؤلاء أجرموا في حق شعبهم في أنهم وقفوا مع الظالم مع المحتل مع العدو الإسرائيلي ضد شعبهم هم يعتبروا حماس خارجة عن السلطة ومن ثم أي قوة تخرج حماس من السلطة فهي تعيد السلطة الشرعية إلى السلطة الفلسطينية نحن نتكلم عن الشعب الفلسطيني بغض النظر حماس أو غير حماس وبالمناسبة هذه المسئولية لا تقف عند هؤلاء فهؤلاء لا يمثلون أنفسهم هم يمثلون الرئيس المتحدث باسم الرئيس المتحدث باسم الرئاسة فالرئيس إما أن يختلف معهم في الرأي فيقيلهم أو أن يقبلهم فيتحمل المسئولية معهم وبالتالي ما شمله يشملهم يعني هل الشعب الفلسطيني يعرف أسماء هؤلاء وعنده تفاصيل لما تقوله أنت هذه يعرفونها كما أعرف أنا من الذي يمكن أن يقضيهم أن يلقي عليهم هذه التهمة ويحاكمهم بها وهي تهمة خطيرة أن تقول أنها تهمة الخيانة نعم طبعا يمكن أن يحاكموا بموجب الدستور الفلسطيني وبموجب القوانين الفلسطينية الداخلية يوما ما لكل ظالم سوف يكون له عقاب قانوني معين الآن أنت تحمل السلطة قلت الولايات المتحدة وتحمل السلطة الفلسطينية المسئولية رغم أن الرئيس السلطة محمود عباس المتهي ولايته نعم سميه أنت ما شئت يقول أنه سوف يلاحق الإسرائيليين في المحاكم الدولية من هم الأطراف الأخرى؟ الطرف الثالث هو الحكومة المصرية الحكومة المصرية مشتركة في جريمة الحصار الحكومة المصرية تقول أنها مرتبطة وخرج الرئيس مبارك والمسئولين وقالوا أنهم مرتبطين باتفاقية المعابر 2005 ولا يستطيعوا أن يتجاوزوها اتفاقية المعابر 2005 أولا هي غير ملزمة لمصر لأنها بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل والجانب الأوروبي فقط للمراقبة ثانيا هي في الجانب الفلسطيني وليست في الجانب المصري ثالثا هي مدتها ستة أشهر ولم تجدد رابعا حتى لو كانت كل هذه كل ما تزعم الحكومة المصرية صحيحة لأصبحت مصر غير ملزمة بهذه الاتفاقية لأنه ينتج عنها جريمة ضدين إسانية ينتج عنها خرق للقانون الدولي الرئيس في القمة العربية أعلن أنه أصدر أمرا من اليوم الأول بفتح المعابر والمعابر المفتوح الرئيس كان صرح في 26.01.2008 في تصريح نقل في فضائية العالم كلها حين قال لن نسمح بتجويع الفلسطينيين أو بتحويل الوضع في غزة إلى كارثة إنسانية وصفق له الحاضرون وصفق لهم ربما لهم من في البيوت أيضا لأنها كانت جريئة وكانت رائعة وانتظرها الشعب المصري والشعب العربي منه ولكن بعد هذا مات العشرات بسبب تجويع الفلسطينيين وبسبب منع الدواء وتحول الوضع الكارثي في غزة إلى كارثة إنسانية فتبعا لهذا الرئيس كان أصدر وعدا والرئيس حين يصدر وعدا لا يعتبر وعد من أي شخص طبيعي من أي شخص إنسان عادي وإنما هو وعد مسؤول مسؤولية قانونية عليه يحاسب عليها لأن هذا في منصب سياسي كبير فيحاسب على كل ما يتفوه به علنا أنت لم تحمل الإسرائيليين أي مسؤولية وكأنهم براء وألقيت بالتهمة على أطراف بعيدة أبدا الإسرائيليون هم أنا أتكلم عن الشركاء لا أتكلم عن المجرمين الحقيقيين ما الذي يجرم أي أحد بهذه التهم التي تقولها في القانون الدولي ما هي نصوص القانون الدولي التي تجعل أي طرف من هذه الأطراف مسؤولا طبعا بموجب نظام الأساسي لروما المحكمة الجنائية الدولية معظم الدول العربية لا توجد سوى دولتين عربيتين وقعت على محكمة روما والذي لا يوقع عليها غير ملزم بها هناك ثلاث دول وقعت على اتفاقية روما أو النظام الأساسي لروما المحكمة الجنائية الدولية ثلاث دول عربية أقصد أما من الدول العامة العالم كلها فهناك 108 دولة الآن جيوبوتي والأردن جيوبوتي والأردن وجزل القمر فهذه المحكمة الجنائية الدولية تصنف جرائم القانون الدولي إلى أربعة أنواع جريمة العدوان وجريمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بمقدرة فائقة استطاعت إسرائيل بالمناسبة أن تجمع هذه الأربع جرائم كلها في حربها الأخيرة ضد غزة ما هي الوسائل التي يمكن للفلسطينيين أن يقوموا بها الآن لجمع أدلة جنائية يمكن مواجهة الإسرائيليين بها في المحكمة الدولية جميل طبعا الجريمة في القانون الجنائي تثبت بإحدى ثلاث طرق نعم إما بالاعتراف أو بالبينات ومنها الشهود والشهادات أو بالقراءة الاعتراف في الوقت الحالي غير موجود إسرائيل لم تعترف تدافع عن نفسها نعم وشكله اللجان الآن للدفاع عن مجمعها السبيل الثاني هو الشهادات والبينات وهذه موجودة إلى حد كبير بالصوت والصورة يعني هل الروايات الأطفال الكثيرة أو روايات ذويهم أو روايات من قتل أهله أمه أو أمه أو أخه هل جمع هذه الروايات يمكن أن تكون دليلا يعتد به في المحاكمة الجنائية الدولية هذه مهمة في المرحلة الحالية جمع جميع هذه الوثاة كل ما يتوفر لنا من وثيقة من بينا من شهادة مهم أن نجمع ونوثق الآن نعم وهذه سوف تقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المحاكم ما هو شكل الشهادة القانوني أيضا؟ يعني أحيانا يمكن الطعن في الشهادة كيف يمكن أن يوثق الدليل الآن توثيقا قانونيا حتى يستفيد الفلسطينيين منه ويعرفوا كيفية التوثيق القانوني التقدم الآن بهذه الوثائق هو لأجل قبول المحاكم للدعوة قبول الدعوة فقط نعم أما التقدم بهذه الوثائق لاحقا والبينات والشهود في إثبات التهمة على مجرمي الحرب فهذه تكون في وقتها ولا بد من حضور الشهود نعم بمعنى الشهاد يكون موجود لكي يكون قبل من الطعن في شهادته من قبل الدفاع يعني ما يتعلق بقتل الفلسطينيين بنا من بارد نعم قتل الأسرة قتل النساء والأطفال قتل العائلات أمام ذويهم أو الأطفال أمام أبائهم وأمهاتهم أو كل هذه شاهدنا في الأيام الماضية روايات مفزعة ومرعبة هل كل هذه الأشياء تعتبر جزء من الدعوة؟ نحن لدينا جرائم متعلقة بانتهاك اتفاقية جينيف الرابعة وإسرائيل موقع عليها طبعا لعام 49 وهي هدم استهداف المدنيين بمن فيهم المساجد والمساجد والمستشفيات سيارات الإسعاف كل هذه تدخل تحت اتفاقية جينيف الرابعة المدارس، الجامعات، الأنروا، مدرسات الأنروا هذه كلها جرائم تحت اتفاقية جينيف الرابعة لعام 49 هناك جرائم متعلقة بأسرى الحرب الأسرى الذين أخذتهم إسرائيل ثم بعد هذا أطلقت عليهم النار بالطائرة وقتلتهم عن آخرهم هذه جرائم متعلقة باتفاقية جينيف الثالثة لعام 49 هناك جرائم متعلقة باتفاقية لاهاي أو معاهدة لاهاي لعام 54 المتعلقة بالأثار والمساجد القديمة جدا التي هدمت أيضا كونها أثر من الأثار مسجل أو غيره هذا انتهاك دولي ثالث هناك انتهاكات متعلقة بسلامة الصحفيين لأن الصحفيين وإن كانوا مدنيين إلا أن لهم معاهدة خاصة البرتقل الأول من اتفاقية جينيف لعام 77 هذا في المادة 79 منه يمنح الصحفيين حماية خاصة في عدم استهدافهم أو تعرض إليهم وأيضا أماكنهم وما إليه يفهم من ذلك أنه يمكن رفع عشرات القضايا في عشرات الاتجاهات على الإسرائيليين بحيث يتم إنهاكهم من الناحية القانونية بل مئات وآلاف القضايا من هم المخولون برفع هذه القضايا؟ كل من له علاقة بأي طرف كل متضرر أو حتى مؤسسة حقوقية متبرعة يجوز لها أن تقوم بهذا العمل يعني الأمر لا يوجد حاجة إلى حكومات التي ترفع هذه القضايا المسألة في الماضي للأسف الشديد كانت منوطة بأعناق الحكومات العربية والحكومات العربية لم تقوم بدورها القانوني ونحن للأسف الشديد فهمنا القانون الدولي في العالم العربي قاصر وقاصر جدا ولا نفقه في القانون الدولي إلا ما يملع علينا ولكن في الوقت الحاضر مع عصر المعلومة المشاعة وتوفر المختصين في كل المجالات هناك مؤسسات حقوقية غربية أوروبية قبل أن تكون عربية هي فزعت من ذاتها وبدأت في رفع قضايا في داخل كل دول الأوروبية في إسبانيا الآن هناك قضايا مرفوعة في بريطانيا هناك قضايا مرفوعة في فرنسا الآن هناك قضايا مرفوعة هذه في المحاكم الداخلية لهذه الدول هذه غير القضايا هل القانون الداخلي في هذه الدول يتيح مقاضات مجرم حرب أو درائم ضد الإنسانية بموجب المدد 142 في دول أخرى في كل دولة في كل دولة متعاهدة بموجب اتفاقية جينيف الأربع